انتشر بوست على صفحات التواصل الاجتماعي عن خوارزميات الفيسبوك وخليوا بالكم ان الموضوع ده ليه شكين شك صحيح وشك بقى فيه ايه الاشتغالات او بمعنى اصح الهبد اتقال ايه في البوست انا لم اكن مقتنعا بالكلام لكن الفترة الاخيرة او الفترة الاخيرة تأكدت انه فعلا حقيقي وهناك اصدقاء لم قعد قرى تدوينتهم الا بالبحث عنها فكان لابد من تعديل خوارزمية الفيسبوك لذلك قررت تعديلها وفيما يلي ازاي تخلي ان 25 صديق من الفيسبوك اللي بيقرأوا ليك تزودهم يعني انت محصور في 25 صديق فلازم تزودهم لذا اطلب منك فضلا اذا قرأت هذه الرسالة ان تترك ليه تعليقا وتعمل لايك وتبتدي تنسخ هذا النص عشان غيرك يستفيد منه طبعا الناس كتير جدا مش يتورى هذا الكلام حضراتكم يعني ممكن تقولوا ايه طب انتوا ليه بتفتحوا بموضوع زي ده ممكن يكون ده موضوع انا اسف يعني هايف او تافي لا 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 هايف ولا تافي ليه لان زي ما قلت لحضراتكم السوشيال ميديا والفيسبوك تحديدا اصبح مؤثر في حياتنا مش مؤثر بتفاعلنا واحنا مسكين الموبايل وبنعرف الاخبار او بالرد على اي مسيجات بتجينا من خلال لكن مؤثر في تأثيراته علينا المباشرة في صناعة الرأي العام في السياسة في الاقتصاد في الفن في كل جوانب حياتنا اصبحت متدخلة معنا فلما نتعامل مع هذا الابليكيشن او مع اي حاجة من خلال الانترنت او الفيسبوك لازم ابقى فاهم وشغل المنطق ما خليش حد يسقني ما خليش حد يهبت مش اي حاجة يعني اقولها ولو مش عارفها ارجع لمتخصصين